صباح الخير، سوف نرى في هذا الفيديو التكاثر الجنسي عند الحشرات الحشرات حيوانات لا فقرية متنوعة ومتعددة بحيث أن عدد أنواعها يفوق عدد أنواع جميع الحيوانات الأخرى فكيف تتكاثر هذه الحشرات؟ إذن، أنواع التكاثر الجنسي عند الحشرات وخصائص هناك نوعان من التكاثر الجنسي عند الحشرات تكاثر بالتحول التدريجي وتكاثر بالتحول الكامل لكن لمعظم الحشرات خصائص تكاثر مشتركة نذكر من أهمهم تتم عملية التلقيح في الحشرات داخل جسم الأنثى ولما كانت بيوض الحشرات محاطة بغلاف سميك يمنع دخول الأمشاج بعد وضع البيوض فقد وجد في أنثى الحشرات عضو خاص يجمع الأمشاج ويطلق الواحد تلوى الآخر ليخص بالبويضة قبل أن يصبح للبويضة غطاء سميك مانع تضع بعض الحشرات بيوضا غنية نسبيا بالمخزون الغذائي يسمح للجنين بإتمام تطوره قبل الفقس ويضع البعض الآخر بيوضا ذات مخزون غذائي محدود يسمح للجنين بتطور جزئي قبل الفقس كم مرة تتزاوج ملكة النحل وكيف تضع بيضا ملقحا مئات المرات خلال حياتها إذن ملكة النحل تتزاوج مرة واحدة وهي تملك عضوا خاصا يجمع الأمشاج ويطلقها الواحد تلوى الآخر ليخصب البويضة قبل أن يصبح للبيضة غطاء سميك إذن هناك نوعان من التكاثر التكاثر بالتحول التدريجي كما في دورة حياة الجندب وتخلع صغار الجنادب جلدها عدة مرات لأنه يمنعها من النمو يشمل هذا النوع من التكاثر الجنادب الصراصير والجرات كما ترون عندما تفقص البيض يخرج منها جندب صغير يشبه الجندب الكبير ثم يبدأ بالنمو التكاثر بالتحول الكامل يشمل هذا النوع من التكاثر العدد الأكبر من أنواع الحشرات منها الزباب البعوض ودودة القص كما ترون فعندما تفقص الحشرة من البويضة يخرج شيء يسمى اليرقة ثم تتحول هذه اليرقة إلى خادرة أو شرنقة ثم تتحول الشرنقة إلى يافعة أو حشرة بالغة ضع جدولا يبين الفوارق بين التكاثر بالتحول التدريجي والتكاثر بالتحول الكامل إذن في التكاثر بالتحول التدريجي البيض الملقح يعطي حشرة صغيرة أما في التكاثر بالتحول الكامل البيض الملقح لا يعطي الحشرة مباشرة بل يمر بتحولات عديدة جد علاقة بين البيضة ونوع التحول في التكاثر بالتحول التدريجي يكون البيض غنياً بالمخزون الغذائي مما يسمح للجنين بإتمام تطوره قبل الفقس أما في التكاثر بالتحول الكامل فيكون البيض بمخزون غذائي محدود يسمح للجنين بتطور جزئي قبل الفقس عدد مراحل التكاثر بالتحول الكامل كما ترون عند النمل إذن البيض يفقس يعطي يرقة ثم شرنقة ثم خادرة شرنقة أو خادرة ثم نمل يافع إذن المراحل هي بيضة يرقة خادرة ويافع شكراً جزيلاً